بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم في درس جديد من دروس التربية بدنية والدفاع عن نفس درسنا لهذا اليوم وطنطيط الكرتية ورميها باتجاه الهدف معكم الأستاذ بدر ناصر الفيد كبل ما نستعرض درسنا يا أبطال نبقى نتعرف على أهم متطلبات ممارسة النشاط البدني بشكل صحيح الراحة الكافية الراحة الكافية مهمة جدا بعد تأدية النشاط البدني يحتاج الجسم إلى راحة كافية تنقذ قصة كافية من الراحة وتكمن الراحة في النوم ليلة من 6 ساعات إلى 8 ساعات لكي يستعيد الجسم طاقته وحيويته ويستطيع ممارسة النشاط البدني مرة أخرى بعد ذلك يا أبطال التغذية السليمة الغذاء مهم جدا لماذا لأن الغذاء هو الذي يمد جسم بالطاقة لابد أن تحتوى وجبات الثلاثة الإفطار والغداء والعشاء على العناصر الغذائية المهمة التي هي الكربوهيدرات والدهون والبروتين والأملاح والمعدن والفيتامينات أيضا يا أبطال الزي الرياضي المناسب عند تأدية النشاط البدني يحتاج إلى ارتداء زي مناسب لهذا النشاط البدني وحذاء مناسب لكي يساعدنا تحقيق هداف من هذا النشاط البدني ويختلف الزي الرياضي من منطقة إلى أخرى حيث أن الزي الرياضي في الأماكن الباردة يختلف عن الزي الرياضي في الأماكن الحارة والرطبة والممطرة أيضا الزي الرياضي يختلف من الرياضة إلى أخرى حيث أن هناك زين خاص لألعاب الدفاع عن النفس كالتيا وجودو والتيكوندو لكل منهما زين خاص يختلف عن كرة القدم ويختلف أيضا عن ألعاب الجنباس بعد ذلك يا أبطال المكان المناسب والآمن عند تأتي النشاط البدني لابد أن أمارس النشاط البدني في مكان مناسب لهذا النشاط وحيث توفر في هذا المكان عوامل الأمن والسلامة لحماية اللاعب بعد الله سبحانه وتعالى من الإصابات حيث أنه لا يمكن تأدية رمية كربجية في كرة تجد تاخل الفصل الدراسي لماذا؟ لأنه غير مناسب وكذلك لا يمكن عمل سباق 100 متر في غرفة الطعام غير مناسب وغير آمن بعد ذلك يا أبطال الإحماء المناسب ما هو الإحماء؟ الإحماء هو تهيئة الجسم لداء النشاط البدني حيث يساعد الإحماء على تمدد العضلات ويكون جاهز لداء النشاط البدني عن طريق عمل بعض التمرينات السهلة البسيطة وهناك إحماء عام يناسب كل الرياضات وإحماء خاص من رياضة إلى أخرى يختلف حيث أن الإحماء الخاص لكرة الطائرة يختلف عن الإحماء الخاص في كرة السلة أيضا يا أبطال شرب الماء شرب الماء مهم جدا لماذا؟ ممتازين لتعويض السوائل المفقودة أثناء تأدية النشاط البدني حيث أن الجسم يفرز سوائل أثناء عملية التعرق ويجب أن نتعويض هذه السوائل لإحماء يتجسم من الجفاف يجب أن يشرب الماء قبل وأثناء وبعد النشاط البدني أي باستمرار طيلة يوم الرياضي أما الآن يا أبطال أنا في المكان المناسب والزيئة الرياضي المناسب مع بعض ما نبدأ في الإحماء المناسب التمرير الأول المشي في المكان التمرير يستعد يبتدي نين فأسنة ثلاث أربعة 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 اربع سنت اضغط 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 اضرعي نسو الخوف ناقذ نفس اضغط التمرين يستعد يبتدي 1 2 3 4 سنت 2 3 4 دوران 2 3 4 ممتاز 2 3 4 سنت 2 3 4 ممتاز 2 3 4 سنت 2 3 4 آخر مره جماعة التمرين الرابع يا أبطال مماثل التمرين الثالث ولكن باختلاف اتجاه الدوران حيث يكون دوران ذراع من الأمام إلى الخلف التمرين الجنب الرف يستعد يبتدي 1 2 3 4 سنت 2 3 4 سنت 2 3 4 دوران 2 3 4 ممتاز 2 3 4 دوران 2 3 4 سنت 2 3 4 آخر مره جماعة نقف رأينا أصفر خفض ناقض نفس مع بعض مره ثاني يا أبطال طيبة أبطال الآن وصلنا لنهاية الإحماع السمسلات جاهز لداء النشاط البدني استعداد مع بعض درسنا لهذا اليوم الذي هو تنطيب كرة اليد ثم رميها باتجاه الهدف نحن نتعرف أولا على ما هي كرة اليد هي رياضة نفسية جماعية قائمة على مبدأ روح الفريق الذي يتكون الفريق الواحد من سبعة لاعبين سبعة لاعبين يقوم كل لاعب تمريرها للزميل ورمي الكرة باتجاه الهدف وهناك أيضا في هذه المهارة تنطيط كرة اليد ما هو التنطيط؟ هو أن تكون الكرة ما بين الأرض ما بين الأرض تلامس الأرض وتلامس كف اليد في تكرارة متواصلة هناك تنطيط عالي وتنطيط مختفق منخفض التنطيط العالي يكون الجسم في هذه الحالة انتصاب في حالة انتصاب مع عملية ميلال الأمام بشكل خفيف وتكون اليد التي تحاور في حالة انقباض وخلف الكرة أما التنطيط المخفض تكون وقف بشكل متوازن وركبتين في حالة انذهنا مع الجسم للجانب وتكون اليد بعيدة عن الخصم ويكون تنطيط الكرة مساوية مع رخبة أو أقل الآن في هذه الصورة يا أبطال هذا يعتبر تنطيط ماذا؟ تنطيط منخفض التنطيط العالي يا أبطال يكون هناك جسم منتصب ودفع الكرة بهذه الطريقة هذا هو التنطيط العالي التنطيط المخفض ثاني ركبتين وحدها متقدمة هكذا تكون تنطيط الكرة على مساوية لركبة بحيث هكذا هذا هو التنطيط المخفض لا ننسى أثناء عملية التنطيط تكون الكفحات مرونة وصابع منتشرة حول الكرة الآن نستعرض مع بعض في هذا الفيديو تنطيط الكرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي الطالب أهلاً وسهلاً بك سنتعرف في هذا الفيديو بمشاية الله تعالى على تنطيط الكرة يد واحدة بطريقة صحيحة في الهواء ولكن قبل أن نتعلم أداء هذه المهارة سنتعرف على تركيب الذراع لكي نعرف اسم كل جزء حتى نستخدمه استخداماً صحيحاً في أداء المهارة تتكون الذراع من الجزء العلوي ويسمى العبض ثم المفصل المرفق ثم الساعد الذي ينتهي بمفصل بصغ اليد وبعد ذلك الكف الآن نتعلم خطوات الأداء الصحيحة للمهارة أولاً وضع الاستعداد نقف فتحاً مع ثاني ركبتين قليلاً وثاني اليد من مفصل المرفق بحيث يكون الساعد موازي للأرض ويكون كف اليد متجهاً للآلة ثم نضرب الكرة باليد من خلال حركة الساعد من مفصل المرفق مع تثبيت العضب ونلاحظ أن ضرب الكرة يتم بواصلة حركة مفصل الرسل وعند لمس الكرة نمد أصابع اليد لأسفل الكرة ونحرك اليد إلى أسفل مع حركة الكرة لأسفل لتضرب الكرة إلى أعلى مرة أخرى ولكن صديقي نطبق المهارة مع أصدقائنا سلمان ومشاري ولكن بعد سماع الرقم ثلاثة واحد اثنين ثلاثة فضل فبهذا نكون تعلمنا مهارة تنطيط الكرة في الهواء بيد واحدة ودمت بصحة ونشار لاحظنا في الفيديو السابق تنطيط الكرة وضع الكرة هكذا عمل إحساس تنطيط أعلى والتنطيط أيضا الآخر منخفض هناك تنطيط مرتفع يكون منتصب لا ننسى أثناء تأدية النشاط بدني لابد من توفر المكان المناسب وزيار رياضي المناسب كذلك عمل لحماء وشرب الماء قبل وثناء وبعد النشاط بدني والراحة الكافية والتغذية السليمة إلى هنا وصلنا لنهاية الدرسنا لهذا اليوم أشكركم من حسن استماعكم كان معكم الأستاذ بدر ناصر